التوتر الأمني احتدم في الجنوب السوري الذي يتأهب لعملية عسكرية مرتقبة والذي يشهد حالة من الفلتان الأمني وانتشار الاغتيالات حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لفصيل مسلح في بلدة الحرا كبير في درعة ما أسفر عن إصابة شخص بجروح كذلك استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص شخصين في منطقة الغارية الشرقية في الريف الشرقي لدرعة ما تسبب في مقتل أحدهم وإصابة الآخر المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن مشاورات أردنية أمريكية روسية تجري حول نقاط عدة تتعلق ببقاء الفصائل المسلحة في درعة مقابل تسليم أسلحتها ودخول الشرطة العسكرية الروسية وعدم دخول أي قوة أو ميليشيات تابعة لإيران فيما بدأ أن الفجوة تتسع بين الأطراف الإقليمية المعنية بترتب أوضاع الحدود الجنوبية السورية حيث شدد الأردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفضي على ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد وذلك خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة العليا للشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني مشيرا في الوقت ذاته إلى الحاجة لحل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو فنوه بإجماع دولي على ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من كل سوريا وفق بيان وزعه مكتبه بحسب صحفة الحياة مشيرا إلى أنه نجح في تحقيق هدف جولته في أوروبا الأسبوع الماضي بالتوصل إلى إجماع واسع على ضرورة انسحاب إيران من سوريا في المقابل تحدى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني لشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان التصريحات الإسرائيلية مكررا بأن وجود بلاده في سوريا سيستمر طالما رغبت حكومة دمشق في ذلك وسنحارب الإرهاب في سوريا حيث ما تريد حسب قوله في حين أن رئيس النظام بشار الأسد أقر باختلافات بين الحلفاء خلال حديث لصحفة ميل أونساندي البريطانية نشرته وكالة الأنباء السورية حيث قال إن تدخل قوى أجنبية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يطيل أمد الصراع ويبطئ التوصل إلى حل في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة في جنوب غربي سوريا موسيقى 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 موسيقى